اشتركوا في القناة وبالفعل بتشتغل سو وهي وامها ليل نهار علشان تجمع الفلوس وتقدر تتجوزه وبنعرف ان جون بيستغل لها علشان يجمع مبلغ منها ويتجوز بنت تانية وبتكون والدته هي اللي بتشجعه على النصب ده وهنا والدة سو بتخلص شغلها في الفندق ومعها تحويشة عمرها وبتروح بعد كده الجون اللي مفاهمها انه هيتجوز بنتها ولما بتوصل بتلاقي جون ووالدته بياخدوا منها الفلوس ده كمان بيعملوها وحش جدا لما بتطلب منهم يكتبوا اسم بنتهم سو على قوضة الزفاف اللي هتتعمل في الفندق وبتلاقي ام جون بتقول لها لما بنتك تبقى لها عيلة نبقى نكتب اسمها بعد كده وبتاخد منها الفلوس وبتزقها وبيعملوها وحش جدا وبتوصل سو ومعها علبة فيها هدية علشان تقدمها لجون ولما جون بيشوفها بيرميها من ايديها وبيشد السلسلة من رقابتها غصب عنها ووقتها السو بتحاول تمنعه علشان السلسلة دي بتاعت علتها وفيها الرمز الوحيد اللي بيضل على انها من عيلة كبيرة بس برضو بياخدها منها وبيطردهم وبيروح علشان يتجوز بنت تانية اسمها ممعني وفي نفس الوقت ده بنشوف ثلاث اخوات اغنية جدا منهم الدكتور ورجل الاعمال والممثل المشهور وهنا بيكتشفوا ان سو اختهم عيشة وبتتعرض للتنمر فبيقرروا ينقذوها من الفقر وكمان بيحضروا لها مفاجئة يوم عيد ميلادها بعد لما يتعرفوا عليها وهنا بنشوف جون بيوصل لحفلة عيد ميلاد صديقته ماني علشان يجب لها هدية بالفلوس اللي نصب بيها على سو وكمان بيقدم لها السلسلة اللي سرقها وبيلبسها لها تعيد ميلادها وهي اصلا بتاعت سو وكمان جون بيطلبها للجواز قدام الكل في حفلة عيد ميلادها ووقتها بتوصل سو لحفلة عيد الميلاد وهي منهارة علشان جون نصب عليها وبتكون لابسة هدوم الشغل وهنا بتضرب جون بالقلم وبتقول له بقى انت تاخد فلوسي وتعبي انا وامي وتقول لي هتجوزك وانت هنا بتتجوز واحدة غيري وبفلوسي كمان يا اخي ده انا اللي المفروض اكون مكانها بس بتلاقي جون هو كمان بيضربها بالقلم ولما والديت سو بتشوفها بتضرب مش بتستحمل الاهانة البنتها اللي ربطها ولما بتدافع عنها بتلاقي جون مسكها ضربها وزقها على الارض وبعدها جون بيعمل نفسه انه مظلوم وكمان ما يعرفش سو ولكن سو بتصمم انها تفضحه على الفلوس اللي اخدها منها بالنصب وبعد شوية بنشوف معني بترملها الفلوس على الارض وبتقول لي سو وطي زي الكلبة لمي فلوسك ويمشي من هنا علشان بصراحة احنا عايزين نكمل الحفلة بتاعتنا من غيرك وفعلا سو بتوطي وبتلم الفلوس في نفس اللحظة اللي بتسمع فيها كل الضيوف بيتنمروا عليها وعلى فقرها وبتقوم سو بعد لما بتلم الفلوس وبترميها في وش معني وبعدها بنشوف معني بتتنمر عليها تاني وبتقول لها انتي لو ليك اهل ما كنتش اشتغلتي اصلا عاملة نظافة وبتهزقها فوقتها سو بتكون حزينة وبتقول لنفسها لو حد من اخواتي موجود فعلا ما كانش داها يحصل فيها وبنعرف انها تاهت من اخوها الكبير من عشرين سنة فاته ومن يومها وهي مرمية في الشارع وبعد شوية بنشوف ثلاث عربيات احدث موديل بيوصلوا للفندق وقبل ما بيدخلوا بيتفقوا انهم يتجمعوا ويبقوا ايد واحدة ويرجعوا اختهم ويعوضوها عن اللي فات وبالفعل بيدخلوا الثلاثة للفندق علشان ياخدوا اختهم ويحتفلوا بعيد ميلادها في البيت ووقتها بيتكون سو وامها كل اللي في الحفلة بيتنمروا عليها وبيطردوهم برا الحفلة وبيكون اخوتها الثلاثة شايفينها والامن بيطردها وواضح كده انهم متعاطفين معاها ولكن مش بيعرفوا انها اختهم وبعدها اخوات سو الثلاثة بيدخلوا للحفلة ومعاهم هدايا ومجوهرات لاختهم سو اللي ما شافوهاش بقالهم عشرين سنة وللأسف وقتها بتكون معاني لابسة سلسلة بتاعت سو اللي تثبت ناسا بعيلتها وكمان بيصادف انها برضو عيد ميلادها نفس يوم عيد ميلاد سو وبالفعل بيدخلوا الاخوات التلاتة واول لما معاني بتشوفهم بتقولهم انتم مين فوقتها بيشوفوا السلسلة اللي في رقبتها وبيقولوا لها احنا اخواتك وانتي اختنا اللي تهتي مننا من عشرين سنة وبيعرفوهم انهم رجعوا دلوقتي علشان يعوضوها عن كل اللي فات فوقتها معاني بتقول انها لازم تستغل الفرصة واقول اننا فعلا اختهم وفي نفس الوقت ده بتكون سو هي وامها الامن بيطردوهم برا وبتحاول سو ترجع الفندق تاني وبتطلب من معاني السلسلة بتاعتها اللي نصبوا عليها واخدوها فبتلاقي معاني بتقول الاخوات التلاتة ما تصدقوهاش دي واحدة حرمية وشغالة عاملة نظافة ازاي هتلبس سلسلة زي دي وبنلاقي واحد من اخوات سو بيقولهم لازم نعمل تحليل دم علشان نشوف فعلا مين تبقى اختنا وبلاقوا معاني بتعمل نفسها مظلومة وبتقولهم مقدرش اجرح ايدي وتنزل مني قطرات دم كده وبتتمسكن عليهم كمان علشان ما يعملوش التحليل ده ولكنهم بيصمموا على قطرات الدم واول لما سو دمها بينزل على قلادة السلسلة بتنور وبتطلع شعاع وبكده بيعرفوا انها اختهم ولكن بعد شوية يانج اخو السوق الكبير بيشوف شامة على رقبة معاني وبيقول اختي كان عندها نفس الشامة وبيقول اكيد دي اختي مش عاملة النظافة فوقتها سو بتحاول تفاهموا ان دي مجرد صدفة وانها كان عندها نفس الشامة ولكنها اختفت لما عملت حدثة زمان ولكن بتلاقي الكل بيستغل الفرصة وبيقولوا عليها كدابة وبكده معاني تبقى من العيلة ودول اخوتها وساعتها سو بتحس ان مفيش فايدة وبتقول لهم طب انا عايزة فلوسي من جون علشان نصب علي وحور السلسلة ده بقى ابقوا اكتشفوه براحتكم ولكن دلوقتي انا عايزة ااخد فلوسي اللي هي تعبي انا وامي وهنا بنلاحظ ان واحد من اخوتها متعاطف مع سو وبيقول بصراحة البنت دي شكلها مش غريب علي رغم انهم اساسا متفقين ان ماني احتمال تبقى اختهم وبياخدوا السلسلة لحد ما يكتشفوا الحقيقة وبعدها يانجي الاخ الكبير بيقول لهم تعالوا بكرة الشركة عندي اشتغلوا ونشوف موضوع النسب ده بعدين ومين فيكم اختنا وبالفعل تاني يوم بنشوف سو بتركب الموتسكل بتاعها وبتروح للشركة وهناك بتقابل جون وماني قدام الشركة وهم ركبين احدث عربية وبيتنمروا عليها كمان لما بيشوفوها وجون بيكون عايز يضربها ولكن بيلاقي سو ضربته وبتهدده لو فكر يمدي ايده عليها تاني وكمان بتلاقي معني بتتكلم بكل ثقة وبتقول لها انا الابنة الحقيقية يعني انت كمان كدابة ووثقة من نفسك ده ايه البجاحة دي فوقتها سو بتقول لها انا عشت عشرين سنة ولكن اول مرة شوف حد بيجح زيك كده بصراحة وهنا بتدخل سو للشركة وكمان معني واول لما الموظفين بيشوفوهم بيقولوا اكيد معني تبقى اخت الرئيس علشان لابسة احدى سماركات ولكن البنت التانية اللي اسمها سو شكلها مجرد عاملة نظافة وهدومها بتدل على انها فقيرة جدا وبنشوف مديرة قسم التصميم بتستقبل معني على انها اخت صاحب الشركة وبتعاملها كويس جدا ولكن بتتجاهل سو وبيتنمروا عليها كلهم لانها واضح انها من الطبق الفقيرة وكمان بيتنمروا عليها علشان ما دخلتش جامعة وبيقولوا لها انت زي تجرأتي وفكرتي تقدمي في الشركة هنا وبعد شوية البنات الموظفين بياخدوا معني وبيرحبوا بيها وبيعرفوا وظيفتها الجديدة وهنا بنشوف ام سو بتروح لها الشركة بلبس عاملة النظافة وبنعرف انها لقتها في الشارع وربطها ومن يومها بتعتبرها امها وبتحاول سو تشتيك لامها ان اخوتها مش مصدقين انها اختهم خصوصا ان ماني استغلت اسمها واخدت مكانها فوقتها ماني بتشوفهم واقفين مع بعض وبتقول كده انا هقدر اقول ان انا اختهم لان واضح ان عاملة النظافة دي امها الاصلية وبنشوف سو واقفة مع امها وبتقول لها هخلص شغلي وارجع البيت وبنعرف انهم شغالين في نفس الشركة مع بعض وبعدها بتروح سو لشغلها وبتلاقي ماني واقفة مع البنات وبتحور عليهم وبتحكي لهم كمان ازاي تاهت من اخوتها وهي صغيرة وعانت كتير جدا ولكن اخيرا ربنا عوضها باخوتها فوقتها سو بتقول ياه دي ممثلة شطرة جدا وبتكون هتتجنن ازاي حد كداب للدرجة دي وهنا بنشوف الموظفة بترمي ملفات لسو وبتطلب منها تترجمها فوقتها سو بتقول لها دم الشغلي وانه الشغلي معني بس بتلاقي الموظفة بتقول لها انت تجننتي ولا ايه ازاي اخت الرئيس تشتغل انت دورك هنا تعملي اي شغل بتاع ماني وخلاص وكمان ماني بتهددها وبتقول لها لو اعترضت على اي شغل هطرد امك من الشركة وساعتها بقى هتبقوا انتوا الاتنين في الشارع ومش لقيين تاكلوا وبعدها ام سو بتكون بتنظف المكتب وبنلاحظ ان ماني بتقصد توقع القهوة على نفسها علشان تتبل عليها وفعلا بتلاقي ماني بتزقها على الارض وبتتبل عليها وبنشوف البنات الموظفين كلهم بيتلموا على ام سو وبيقولولها طبعا انت بتدقي اخت الرئيس علشان تنتقم البنتك والكل كمان بيقعد يتنمر عليها فوقتها والدة سو بتحاول تعتذر لماني وبتطلب منها تنظف لها هدومها ولكن بتلاقي ماني بتستغل لها وبتقولها طبعا لازم تعواضيني بفلوس بدل فستان اللباز وكمان مش بترحمها وبتطلب منها تركع وتعتذر لها وكمان تنظف كل حمامات الشركة كعقاب ليها وبتدخل سو وبتلاقي امها وقع على الارض وهي بتترجم ماني تسمحها فوقتها سو بتقول لامها ما تتأسفيش لحد وبتقول للموظفين محدش يقدر يطرد امي من الشركة غير الرئيس وبنشوف واحدة من الموظفين بتقول لي ماني انت ازاي سكتالها كلمي اخوك الرئيس يجي هنا يديها قلمين على وشها ويطردهم هما الاتنين برا وبتصمم ان ماني تبقى هي اخت الرئيس وفي نفس الوقت ده بنشوف يانج الاخ الاكبر لسو قاعد وبيقارن بين ماني وسو وبيقول يا تارى مين فيهم اختنا الحقيقية وهنا بتكون سو وماني بيتخنقوا وبعدها ماني بتعمل نفسها بتكلم اخوها الرئيس ولكن سو بتكون فهمتها وبتقول لهم هي اصلا مش معاها رقم الرئيس وبتقول لهم كمان انها كدابة فبتلاقي الموظفين بيعتذروا لها وبيطلبوا من ماني انها تعتذر لسو فوقتها بيوصل شخص شغال في الشركة مدير قسم وبيهزق الموظفة وبيضربها بالألم وبيطلب منها تعتذر لماني علشان واضح انها اخت الرئيس من شكلها فوقتها ماني بتكون مبسوطة جدا علشان الحظ كله معاها من غير ما تعمل اي حاجة وكمان مدير القسم بيطلب من البنات الموظفين يركعوا قدام ماني ويتأسفوا لها ووقتها السو بتكون مصدومة يعيني لان الدنيا كلها ضدها وبعد شوية ماني بتقول للموظفين خلاص سامحتكم وكمان معاني بتطلب من سو انها تسدت ثمن الفستان اللي والدتها دلقت عليه القهوة ده غير كمان انها بيتهين امها حرفيا ولكن سو مش بتستحمل ان والدتها تتعرض للتنمر وبتضرب معاني بالألم قدام كل الموظفين وبترملها فلوس قليلة وبتقول لها فستانك اصلا ما يسويش اكتر من كده لانك نصابة وبتقول للبنات كمان ان فستانها اصلا متطرس بالحديد مش بالألماس وبتثبت لهم فعلا ان كلامها صح فوقتها معاني بتحس بالأحراج وبتحاول تخبي كسفتها قدام الموظفين وبتؤمر سو هي وامها ينظفوا الشركة كلها وهنا اخوات سو التلاتة بيعرفوا نتيجة الحمد النووي وبيعرفوا مين فيهم اختهم وبيقرروا يجتمع كلهم في شركة اخوهم يانج علشان يعترفوا لاختهم وبالفعل بيوصل الاخوات التلاتة للشركة ووقتها بتكون سو الكل بيتنمر عليها وبيضغطوا عليها علشان تركع وتعتذر لمعني ده غير كمان انهم بيضربوا سو بالألم فوقتها الاخوات التلاتة مش بيستحملوا وبيدفعوا عن سو وبيدربوا مدير القسم بالألم وساعتها الموظفين كلهم بيكونوا مصدومين هما ليه بيدفعوا عن البنت الفقيرة دي وبعدها اخوات سو بيعتذروا لها عن الاهانة اللي اتعرضت لها وبيوعدوها انهم هيكونوا دايما جنبها علشان يحموها من اي حد وهنا بنلاحظ ان معني مصممة انها اختهم رغم كل حاجة تثبت انها كدابة ووقتها السو بتطلب من اخواتها يتردوا معني برا الشركة علشان اهانتها هي وامها وبعد شوية بيجي اتصال ليانج من المستشفى وبيقولوله ان نتيجة التحليل اتلغبطت وان ماني هي اختهم الحقيقية وبكده طبعا بنعرف ان في حد لعب في الموضوع وبنشوف ماني بتعيش اللحظة وبتقولهم انا كنت عارف ان مفيش حاجة هتفرقنا عن بعض ابدا وكمان يانج بيعتذر لها عن سوء الفهم اللي حصل وهنا السو بتكون مصدومة وبتقول معقولة دي اختهم خصوصا ان الدكتور بيقولهم ان صلت الدم بين ماني واخوتها واحدة وبنلاقي السو بتقول للاخوات التلاتة ان ماني طلعت اختكم ومش من حقها تيهين والدتي فوقتها ماني بتعمل نفسها مسكينة وبتقول للاخوات التلاتة انا هاعتذر لها علشان تعرفوا ان اختكم تربية ولازم تحترم الكبير ولكن بتلاقي اخوها يانج بيمنعها انها تعتذر لانها اخت صاحب الشركة وما يصحش ابدا تتنازل وتعتذر لواحدة عاملة وبنشوف ماني بتقول للاخوات التلاتة ان الموظفين يفضلوا في الشركة علشان كانوا بيدفعوا عنها ولو عايزين يطردوا حد فلازم يطردوا سو وامها وبعد كده بترجع معاني مع الاخوات التلاتة للبيت وبنشوف سو مصدومة ومش عارفة تثبت انها اختهم ازاي وبتقول لولدتها كفاية انك معايا بالدنيا ومش عايزة حد تاني وبيقرروا انهم ما يستغنوش عن بعض ابدا مهما حصل وهنا بنشوف معاني دخلت الاصر بتاع اخواتها ومستمتعة بالمجوهرات اللي المفروض سو تكون مكانها وبنعرف انها كلمت شخص يبدل لها الحمد النووي اللي يثبت ان سو اختهم وتاني يوم بنشوف جون والدته رايحين الاصر وهم مبسوطين وبيبركل معاني على انها اخدت مكان سو وبقت غنية ولكن بيلاقوا معاني بتقابلهم بطريقة مش كويسة وبتهزق جون علشان كان جايب لها فستان مزيف وبترميه في وشه وبيحاول جون هو كمان يحور عليها وبيقول لها انه ما حبش حد غيرها وبنعرف ان الاخوات التلاتة بيعملوا حفلة علشان يعترفوا لكل الناس انهم اخيرا لقوا اختهم البيولوجية وتاني يوم بتروح سو للشركة تشتغل بعد لما سمحوا لها تشتغل هي وامها بس بتلاقي الموظفين بيتنمروا عليها وبيطلبوا منها تعتذر لهم ولكن سو بتكون مش مهتمة بكلامهم ابدا وبعد شوية واحدة من الموظفين بترش عليها مية وباقي البنات بيكتفوها وبيقعدوها على الارض وبيصوروها كمان وهي بتتهان وبتوصل معاني وهي لبسة شيك جدا بما انها بقت اخت الرئيس وبتكون مبسوطة لما بتشوف سو بتتعرض للتنمر وبتعمل نفسها لطيفة وبتقول لهم سيبوها انا خلاص سمحتها بس طبعا يعني اكيد هي مدبرة لها مصيبة كبيرة وبتلاقي معاني بتقول لها الملف اللي عملتيه مكاني في الشغل اتسبب في خسائر بالملايين للشركة وبنعرف ان معاني هي اللي اصدت وقع سو وكمان الموظفة بتهزق سو علشان ده هيسبب مشاكل كتير لكل زمالها وبعد شوية بتلاقي الموظفة بتتنمر على ان والدتها فقيرة جدا وانها يدوب مجرد عاملة نظافة فوقتها سو مش بتستحمل وبتضربها بالقلم وبعدها بتلاقي معاني بتطلب منها تسدد تمن الخسائر اللي متهمة بيها رغم انها اصلا مظلومة وبتلاقي معاني بتطلب من البنات يمسك سو وبيخلوها تبصم على ملف مهم وهي تحت التهديد علشان تفضل تزلها باقي عمرها وكمان بتغزها وبتقول لها حفلة رجوع لعيلتي بعد يومين يعني من الاخر كده ما تحلميش انك تتنسبي للعيلة دي وهنا في اخر اليوم بتكون معاني راجع من الشغل فبتلاقي الشخص اللي طلبت منه يبدل الحمض النووي بتاع ناسا بالعيلة بيطلب منها مبلغ كبير جدا ووقتها سو بتكون وقفة وبتسمعهم وبتتأكد ان معاني نصابة كبيرة فبتقرر سو تصورهم وهما بيتفقوا على الفلوس علشان تثبت برائتها ولكن لسوء حظها بيوصل جون وبيسحب منها التليفون بعد لما صورت الفيديو ولما معاني بتلاحظ بتقرب هي كمان وبتاخد تليفون سو وبترميه على الارض علشان تكسره وبعدها سو بتاخد تليفونها من على الارض وبتلاقيه لسه سليم وكمان بتلاقي الفيديو لسه موجود لانها عملت له اخفاء قبل لما حد يوصل وبنلاحظ ان الاخ الكبير يانج واقف بعيد وشايف كل حاجة وبعدها بتقرر معاني تروح قاعة الحفلات وهناك الحرس بيمنعوها من الدخول علشان شكلها مش مناسب للاشخاص اللي هيكونوا موجودين في الحفلة وكمان يعني علشان لبسها بيدل على انها فقيرة جدا ووقتها بيوصل جون ووالدته وبيفضلوا يتنمروا عليها وبيقولوا لها بص لشكلك يا ست انت ده انت اخر اكتنامي في المطبخ مش تدخلي حفلة زي دي بس سو بتحاول تدخل باي طريقة وبتلاقي جون عايز يضربها بالقلم ولكن بيلاقي والدته بتقوله بقولك ايه احنا رايحين هنا حفلة علشان ننبسط مش علشان نعمل مشاكل مع الاشكال الفقيرة دي وبعد شوية بتوصل معني وبتهزق سو وبتقول لها كفاية يا بنت الكل عارف انك فقيرة خلاص وانا البنت اللي تستاهل تبقى في العيلة دي وبتقمر كمان الامن يترده سو وبيحبسوها في اوضة علشان ما تعرفش تدخل الحفلة وهنا بتبدأ الحفلة وبيدخلوا الاخوات التلاتة وفي نفس الوقت بتحاول سو انها تخرج من الاوضة اللي محبوسة فيها وبالفعل بتلحق توصل للحفلة وبتلاقي اخوتها التلاتة بيقدموا معني على انها اختهم قدام الضيوف وبنشوف سو بتقول لاخوتها ان ماني كدابة ومعها الاسبات ولكن ماني بتقول لهم دي غيرانة مني وعايزة تاخدكم مني وافضل انا وحيدة بس بتلاقي الاخ الكبير يانج بيهزق سو وبيقول لها ما تسبيها في حالها بقى هو انت مش بتزهقي ولا ايه وبتلاقي كمان الكل بيتنمر عليها وكمان لما ماني بتحس انها بتتورد بتقول للاخوات التلاتة اتردوها برا ولكن سو بتصمم انها تشغل الفيديو وبتثبت لهم ان ماني نصابة وبعد شوية بيوصل الشخص اللي غير الحمض النووي الحفلة بامر من الاخ يانج وبيثبت ان ماني كدابة وبيقول لهم انه اخد مبلغ كبير مقابل انه يبدل الفحص الطبي وبنعرف ان يانج عرف ان ماني كدابة ولكنه بيشوفها يعني هتكذب لحد فين وبعدها الاخ يانج بيزق ماني على الارض وبيقول لها كل الادلة قدامي وانتي بكحة جدا بصراحة وبتقولي انك اختنا وكمان الدكتور بيتصل علي يانج وبيقوله ان السو فعلا تبقى اختهم البيولوجية ووقتها كل الناس اللي في الحفلة بيكونوا مصدمين وفي نفس الوقت بيقولوا ان السو فعلا شبه اخوتها وكفاية اوي الشبه بينهم وبعدها الاخوات التلاتة بيعتذروا لسو المراضي بجد وبتلاقي جون بيترجى السو انها تسمحه وبيقول لها ان ماني هي اللي اغوته وكل ده طبعا يعني علشان الفلوس وكمان بيقوم وبيضرب ماني بالقلم علشان يرضي السو وتسمحه وبيطلب من ماني تتأسف لسو ولكنها بترفض فبيفضل يضرب فيها لحد ما بتقع على الارض ووقتها بيلاقي سو بتقوله انت اثبت لي انك مش مجرد واحد طمع وخين لا ده انت كمان تلا تشرير وممكن تقتل بنت علشان واحدة تانية معاها فلوس وهنا الاخ الكبير يانج بعد لما سو بتخلص كلامها بيمسك جون وبيضربه وبيوقعه على الارض وكمان جون بيجي له مكلمة وبيعرف ان شركته فلست وبقى شحات رسمي وبعدها ماني بتفوق وبتلاقي السكينة جنبها فبتاخدها وبتضرب جون وبتخلص عليه وبنشوف الاخوات التلاتة بياخدوا سو للاصر بتاعهم وبيكونوا عامل لها مفاجئة وهدايا ومجوهرات كتيرة جدا وبيحاولوا كمان يعوضوها على قد ما يقدروا وبتعرف منهم ان اخوها الكبير يانج هو اللي انقذها وقدر يوصل للشخص اللي بدل الفحصات وبتكون فرحانة باخوتها جدا خصوصا ان كل واحد فيهم بيصمم انها غالي عنده اكتر من التاني وبيقولوا لها انهم هيعملوا حفلة علشان يعرفوها على اصدقاء العيلة وتاني يوم بتروح سول لمحل ملابس غالي جدا وبيكون معاها امها علشان تشتري لها هدوم جديدة بدل اللي عندها واول ما بيمسكوا الهدوم البنت اللي شغالة في المحل بتهزقهم وبتقول لهم ابعادوا علشان هتوسخوا الهدوم يا شوية فقرة واكيد يعني انتوا مش نويين تشتروا وبعد شوية بتوصل زبونة في المحل اسمها الشيعة ودي والدها يبقى صديق عائلة يانج واول لما بتشوف سو بتقول لها انتي ايه اللي جابك هنا يا فقيرة انتي وامك وبتقول لصاحبة المحل انهم شغالين عمال نظافة في فندق وكمان البنت اللي شغالة في المحل بتتنمر عليها فوقتها سو بتعمل مكالمة وبتكلم صاحب المحل وبتقول له انها عايزة تعمل اردر وبعد شوية بيوصل المساعد وبيدي لسو بطاقة الاقتمان المصرفي المميزة لعائلتها ولما شية بتشوفها بتتصدم ازاي عندها بطاقة زي دي وبعدها سو بتقول لولدتها البيت الشيعة دي طول عمرها مغرورة من ايام لما كانت زبونة في الفندق واخر اليوم بترجع سو للاصر بتاع اخواتها وبيقولولها على حياتها ازايها تتغير وبعدها الاخوات التلاتة بيحسوا ان اختهم اتعرضت للتنمر فبيقرروا يرقبوها علشان يحموها في كل خطوة وتاني يوم بتخرج سو مع امها علشان يروحوا حفل التعارف اصدقاء العيلة وبتكون الحفلة دي في فندق فخم جدا وهناك بتقابل شية هي وصديقها اللي لسه راجع من الصين واول لما بتشوف سو بتفضل تتنمر عليها وبتقول لها ايه اللي جابك المكان ده فقير انتي وبتعمل نفسها متعطفة معاها جدا وبتقول لسو علشان انا قلبي رائيق هخلي صديقي يشوفلك وظيفة عاملة نظافة في الشركة علشان تلاقي تاكلي وتبطلي تسول شوية فوقتها السو بتسيبها تتكلم زي العبيطة ولما بتخلص كلام بتقول لها خلي شغلانة النظافة لنفسك اكيد هتنفعك في يوم لما تفتقري وبعد كده بتسيبها وبتمشي هي وامها وبيدخلوا للفندق وهناك ضيوف الحفلة لما بيشوفوا سو بيرحبوا بيها جدا بعد ما بتقول لهم انها اخت السيد يانج ولكن بعد شوية بتدخل شاية وبتقول لهم ما تدخدعوش فيها دي البت دي نصابة واخرها تشتغل عاملة نظافة وبتلاقي الكل بقى يتنمر عليها وكمان صديق شاية بيقول لها لازم تعتذر الحبيبتي شاية وتركعي قدامها كمان ولكن سو مش بتستحمل وبتهزقوا وبتحاول تسيب المكان وتمشي هي وامها ولكن بتلاقي صديق شاية بيقول للحرس يمسكوها ويمنعوها من الخروج وكمان بتلاقي شاية بتقنع الضيوف ان السو بنت فقيرة وبتتسول وكمان بيمسكوا السو وبيضربوها وساعتها الاخ الكبير يانج بيوصل وبينقذ اخته منهم وبياخدها وبتقف جنبه فبيلاقي صديق شاية بيتنمر علي يانج وبيقول له كمل تمثيل انت كمان بقى وقول انك يانج صاحب اكبر شركات في الصين وطبعا هو بيقول كده لانه اسهاز هان ما يعرفوش المهم بنشوف يانج بيكلم شاية وصديقها بكل ثقة وبيقول لهم انا ممكن اوقف شركتكم اللي انتو فرحانين بيها دي بمكالمة واحدة وبيفضل يهزق فيهم لانهم مش عارفين هو مين فوقتها باقي الضيوف بيقولوا بما انه بيتكلم بثقة كده يبقى واضح قوي انه يبقى السيد يانج ومن ناحية تانية بنشوف شاية وخطبها مصممين انهم يهزقوا يانج ومش جاي معاهم انه الشخص الحقيقي صاحب الحفلة اللي هم اساسا رايحين حفلته وبيقول له امشي عم انجز وقول للمدير بتاعك يتصل بيا ويعتذر لي بالنياب عنك وكمان بيقول لي يانج بعد لما تخلص المكالمة بتاعتك دي ابقى تعالى ترجاني علشان اسامحك وامسح لي كمان الجزمة بتاعتي يا كاحيان انت وبعد شوية بيوصل مدير الفندق وبيقول لي يانج انت ازاي تخدع الناس وتتظاهر انك السيد يانج وبيفضل هو كمان يتنمر عليه وواضح انه ما يعرفش يانج هو كمان وفجأة يانج بيطلع الموبايل بتاعه وبيعمل مكالمة وبيقول لمدير اعماله اطرد لي مدير الفندق ووقتها مدير الفندق بيسمعه هو بيتكلم وبيقول ده شكله عبيد ده ولا ايه بس بعدها بتيجي مكالمة لمدير الفندق وبيعرف انه اطرد من شغله في الفندق علشان اساءل شخصية عامة ووقتها مدير الفندق بيعرف انه هزا السيد يانج اغنى شاب في البلد وساعتها بيكون مصدوم وحزين جدا ولكن بيلاقي شيء بتقول لمدير الفندق اكيد دي مكالمة متفابريكا علشان دول شوية شحتين وبصراحة كده يعني دول مش معقول يكونوا من اغنياء البلد وبيكملوا التنمر على يانج واخته سو فبتقرر شيء تتصل على السيد يانج بنفسه اللي هو الشخصية المعروفة اللي عمرها ما قبلته قبل كده وبتقول لهم اكيد يعني مش هيبقى الشخص الممثل ده بس بعد لما بتتصل على الرقم بتلاقي تليفون يانج اللي واقف قدامها هو اللي بيرن وساعتها بتكون مصدومة ومش مستوعبة وبتكدب نفسها رغم كل الادلة اللي بتقول ان يانج صاحب الشركات هو اللي قدامها وهنا الكل بيقوم يقف لما بيتأكدوا انه السيد يانج وبيطلبوا منه انه يسامحهم وبعد شوية شيء بيجي لها مكلمة من شخص مجهول بيقول ان السيد يانج لسه ما وصلش الفندق وبصراحة كده الناس دول حيرونا معاهم المهم بترجع شيء تتنمر عليهم تاني وكل واحد فيهم بيكون مش مستقر على حاجة معينة وبيبدأوا يهزقوا يانج من تاني وكمان مدير الفندق بعد لما كان بيترجى يانج يسامحوا وقف تاني وفضل يهزق يانج ويتنمر عليه وفجأة بيوصل شخصه وبيفضل يضرب في مدير الفندق وبيقول له انت ازاي تتجرق وتهزق السيد يانج والكل بيكون في حالة زهول وبعد شوية بنشوف صديق شيء بيقوم وبيضرب شيء بالقلم وبيقول لها ده انت معرفتك سودا وبسببك انا خسرت الشركة اللي حلتي وبيزقها على الارض علشان تعتذر لسوه ولكن بيلاقي يانج بيقول لهم احنا مش هنسامح اي حد فيكم وبيطردهم كلهم كمان برا الفندق وبنشوف سو بتطلب من اخوها يانج يسامح باقي الضيوف اللي اتنمروا عليها علشان شايفاهم من كبار السن وبترجع سو مع اخوتها التلاتة للاصر وبتاخد والدتها معاها ولما بيوصلوا للاصر بيقرروا يحتفلوا بتجمعهم من تاني وبيتفقوا يتصوروا صور تذكارية في الاصر بتاعهم بمناسبة تجمعهم بعد كل السنين دي كلها وبنشوف سو بتلبس فستان حلو جدا وبيتكون شبه البرانسيسا وبيتصوروا كلهم صورة جماعية مع بعض وبيقراروا يعيشوا في سعادة ويكونوا سند لبعض باقي العمر وكده خلص مسلسلنا النهاردة اشوفكم بقى في فيديوهات جديدة سلام